ندعو المتسابقة الأخيرة لهذه الفترة الطالبة رشيدة تراوري من بوركينا فاسو وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الأول بعد الاستعاذة والبسملة اقرأي من قوله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا رشيدة اقرأي الاستعاذة ثم البسملة ثم القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملع الذين كفروا من قومه إنا لنرك في سفاهة وإنا لنذنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلعكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على وجل منكم أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على وجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قل وقع عليكم من ربكم رجس وغضبه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فكذبوا فنجيناه فانجيناه فانجيناه ومن معه في الفلك فانجيناه ومن معه في الفلك فانجيناه ومن معه برحمتنا وقطعنا دأه والذين معه برحمتنا وقطع برحمة منا وقطعنا فانجيناه ومن معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين حسبك وإلا تمود أخاهم صالحا قال يا رشيدة رشيدة حسبك انتهى السؤال انتظري سؤال الثاني قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدة قل ما سألتكم عليه من أجر قل ما سألتكم من أجر يا رشيدة يا رشيدة سألتكم ليس سألتكم قل ما سألتكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على ربي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على ربي إن أجري إلا على الله إنه سمئ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إنه إن الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب ولو ترائز فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناعوش من مكان بعيد وقر كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنية مثنى وثلاثة وربائة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفته الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا رشيدة حسبك يا رشيدة اقرأ البسملة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ليس بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من الرحمن الرحيم سؤال الثالث فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُكْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ أُتُوفُهَا دَانِيَهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّابِ الْخَالِيَهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ عَيْدِي يا رَشِيدَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مَرَّةُ أُخْرَى كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَهِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى أَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُزُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي الْسِلْسِلَةِ ذَرْءُ وَاسَبِعُونَ زِرًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَعُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا يَحُدُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاؤُنَا حَمِيمِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبِصِرُونَ وَمَا لَا تُبِصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍّ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِينَ لَأَقَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنُوْ حَاجِزِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنُوْ حَاجِزِينَ أحسنتي وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكِ